فيلمينا النهاردة عن أسد مفترس يأتي مع العائلة في الأدغال ويتحبسوا في العربية وليس يعرفوا أخروجه لكن قبل أن نبدأ يا صديقي لا تنسى الشرك في القناة لكي تشجعنا نكمل وأريد أن اليوتيوب يقول لي أن 90% من الذين يرون الفيديوهات ليس مشاركين في القناة فيا الشرك الآن وفرحه يبدأ الفيلم في غيابة في جنوب أفريكا ومجموعة الصيادين والذين عاملين فخك المجموعة أسود لكي يصطدوهم ويبقوا محترفين ويصطدو الأسود ويبقوا جلودهم وأسنانهم في السوق السودة وفعلا بيعربوا لحد ما يلقوا الأسود ويضربوا عليهم لحد ما يخلصوا عليهم لكن بيقدر أسد واحد يهرب منهم فيروح اثنين من الصيادين عشان يصطدوه ويشوفوا لا قريب منهم ويشوفوا أسهار أجرام الأسد فعلا والتي تبقى كبيرة جدا عن الطبيعي ويعرفوا أن الأسد ضخم ولما بيلفوا واحد منهم بيلاقي الثاني اختفى وبقى الصيادين بيكونوا حملوا الأسود على العربية وقائدهم بيسمع صوت صريخ في الغابة ويقولوا وحش فبيروح عشان يشوف في إيه فبيلقى الصياد الثاني جاي وهو متصاب من الأسد ولما بيحاول يجر القائد من الخوف بيقع في أحد الأفخاخ اللي هما نفسهم كانوا عاملينها ويكون الأسد الضخم خلص على بقى رجالته وبيجي يخلص عليها وكمان وبنروح بعدها للدكتور ناتو وبناته نورة وميري واللي بيكونوا طلعين رحلة للأدغال في جنوب أفريقيا وبنعرف أن نات كان منفصل عن والدتهم قبل ما تموت وأنه بيحاول يقرب من بناته لأن العلاقة بينهم مش كويسة فقرر يأخذهم ويطلعوا رحلة في الأدغال وبيوصلوا فعلا للجنوب أفريقيا وبيقابلهم مارتن صادق نات وبيأخذهم بيته عشان يقعدوا عنده طول الأجازة والبنات بيسألوه عن باسورد الواي فاي لكن مارتن بيقول لهم أنه ما فيش هنا وي فاي ولا حتى شبكة موبايل وبيقعدوا كلهم بعد ما بيستريحوا عشان يكلوا وبيبقوا مبسوطين جدا من كلامهم مع مارتن وبيقولوله أن أقرب منهم وتكلم معهم أكتر من أبوهم اللي ما بيسألش فيهم وبيلوم أبوهم أن نساب أمهم قبل ما تموت وهي كانت مريضة لكن نات بيقول لهم أنه انفصل عن والدتهم قبل ما يجيلها السرطاء وأنه بيحاول يقرب منهم على قد ما يقدر لكن نورة بتدائق جدا وبتمشي وميري بتحصلها وبيبقى نات حزين جدا على علاقته مع بناته وبيلوم نفسه لأنه حاسس بالذنب فعلا أنه ما كانش قريب منهم ومن والدتهم المريضة قبل ما تموت والتاني يوم بيجهزوا عشان يطلعوا رحلة في الأدغال وبياخدوا العربية ومارتن بيفراجهم على كل أنواع الحيوانات والحياة البرية والمناظر الطبيعية وهم مبسوطين جدا وبياخدهم مارتن عشان يفراجهم على قطيع أسود هو اللي مربيهم في المحمية وبنعرف أن مارتن هو المسؤول عن المحمية الطبيعية مش الأسود بس والأسد الكبير بيجرى عليه وبيحضنه وبيجي كمان الشبل الصغير وبيلعبوا معاه لكن بيلاقي الأنسة مضروبة في رجلها من الصيادين وباقي الأسود غطبانة جدا وحس بالقلة فبيري على العربية بسرعة وهو غطبان جدا وبيقول لنات أن الصيادين دلوقتي كلهم يصطادوا الأسود ويبيعوا أسنانهم وجلدهم في السودة وبياخدهم ويروحوا الأقرب قرية للمحمية عشان يسألهم لو شافوا صيادين قريب لكن أول ما يوصل بيتفاجئ أن أهل المدينة كلهم اختفوا فبيقولوا للبنات يستنون في العربية وبيدخولوا يشوفوا في إيه لكن الصبما أن كل أهل القرية بيبقوا مقتلين ومارتن بيقولوا أن الحيوان الوحيد اللي ممكن يعمل كده هو الأسد لكن أكيد أنه مش من القطيع بتاعه هو أسد شرس جدا وبيمشوا بسرعة لأن ممكن يكون الأسد لسه موجوده قريب منهم وبياخدوا العربية فعلا ومارتن بيبقى كل أهمه أن يحذر باقي البيوت القريبة من المحمية من الأسد الشرس عشان يحموا نفسهم لكن في الطريق بيلاقوا شخص مصاب ومجروح من الأسد فبينزلوا عشان يساعدوه لكن للأسف مش بيلحقه ومارتن بيكون بعد وآخد سلاحه وبيدور على الأسد وبيلاق أصار أجرامه الكبيرة جدا وفجأة الأسد بيهجم عليه من وراءه ونات والبنات بيسمعوا صوت البندوية وبيلاقوا على مارتن وبتنزل ميري من العربية ونات بيروح يدور عليه لكن فجأة بيسمع صوت الأسد فبيجرب سرعة على العربية وبيدخل العربية في آخر رحزة والأسد بيغبط في الإزاز ولما الإزاز بيتكسر الأسد بيهجمهم من الشباك فبيسوقوا العربية عشان يهربوا من الأسد لكن بسبب الخوف بيفقدوا السيطرة وبيغبطوا في شجرة والعربية بتعطر وبيبقوا محبوسين في العربية وهم سمعين صوت الأسد أريب منهم لكن فجأة بيكلمهم مارتن على اللاسلكي وبيقوله من الأسد هجم عليه وجرحه في رجله وهو دلوقتي تحت شجرة ومش قادر يتحرك وبيقوله ناتي ما يخرجش من العربية أبدا وبيقوله ناتي يستغرم السكينة ويكوي الجرح عشان يوقف النزيف وفعلا بيعمل كده مارتن لكنه بيصرخ من الألم ويرجع له الأسد لما بيسمع صوته فبيقرر ناتي يستغرم البندوية والمخدر عشان يروح ينكز مارتن ومارتن بيحذره يخرج من العربية وبيقوله انه ما عادش شايف الأسد وبيقوله انه أحسن حل انه يستغرم البندوية والمخدر ويدرب الأسد من بعيد وفعلا ناتي يخرج فوق العربية بالبندوية عشان لو الأسد ظهر لكن مارتن بيقع عايزة تنكز مارتن فبتخرج من العربية وبتجري تدور عليه فبيفئر ناتي تركيزه وهو بيحاول يقولها ترجع للعربية لكن فجأة الأسد بيظهر من وراه ونات بيحاول يصيبه لكن مش بيقدر والأسد بيهجم عليه والبندوية بتوقع ونات كمان بيقع وبينزل تحت العربية وماري بتجري عشان خايفة وبتحاول تلاقي مارتن ونات تحت العربية مش عارف يعمل حاجة ولا بيطول البندوية ولا عارف يهرب والأسد بيهاجم لكن نورة بتستغرم المخدر وبتفتح الإزاز وبتحن الأسد فبيخاف الأسد وبيهرب وبيطلع ناتي وبيحاول ينادي على ماري اللي بتكون وصلت لمارتن وساعدته عشان يقدر يمشي وبتطم نابوه على لاسلكي وبتقولهم إنهم جانين في الطريق وبيوصلوا فعلا ونات بيحاول يساعد مارتن ويعالج رجله لكن الأسد بيبقى لسه بيرائبهم من بعيد والمخدر لسه مأثر عليه ولما بيجي الليل بيصحى مارتن وبيكون لسه كلهم في العربية لأنهم خايفين من الأسد يظهر في أي وقت وبيحاولوا يلاقيوا أي حل يخرجوا بمن الورطة دي وبيقولوا مارتن إن الحل الوحيد يستنوا المساعدة وما يخرجوش من العربية وبيفضلوا في العربية فعلا وهم حسين باليأس وبيقول نات لبنته تسامحوا على بعده عنهم وعن أمهم الفترة اللي فاتت وإنه كان بيحبوا أمهم جدا وبيحبوا مهم كمان لكن فجأة بيسمعوا صوت مجموعة صيادين بيقربوا منهم على لاسلكي وبيخرج نات عشان يتكلم معهم بعد ما قال بناته ما يخرجوش مهما حصل وبيطلب منهم نات المساعدة لكنهم بيطلبوا منه فلوس فبيعيدهم نات إنه يدلهم فلوس أول ما يساعدوه ويوصلوا للبيت لكن أول ما يشوفوا مارتن واللي بيكونوا عارفينه وعارفين إنه عدوه الصيادين بيرفعوا عليهم الأسلحة وبيتوتروا لكن فجأة الأسر بيظهر وبيهجم على الصيادين وهم بيحاولوا يضربوه لكن من غير فائدة وبيستغل نات الموقف وبيحاول يلاقي أي عربية شغالة ويأخدها ويأربوه وبيلاقي عربية الصيادين لكن المفتاح مش فيها فبيرجع على العربية وبيقول لهم محدش يخرج من العربية وهو يحاول يلاقي المفتاح ويرجع يخدهم ويروح فعلا عشان يدور على المفتاح مع الصيادين اللي ماتهم واللي بيكون الأسر خلص عليهم كلهم لكن فجأة الأسر بيظهر وبيكون قريب منه جدا فبيستخب بنات لكن بنته بتكلمه على لاسلكي فبيسمع الأسر الصور فبيرمي نات الجهاز وبيطلع يستخبه فوق شجر والأسر تحته ولما بيمشي الأسر بينزي لدور على المفتاح وآخرا بيلاقيه فعلا وبيخب بندويا من الصيادين معاه وبيمشي لكن الأسر بيكون وصل للعربية وبيحاول يدخلها والبنات ومرتن مرعوبين لحد ما فعلا بيقدر يدخل من الشباك وبيهجم على البنات فبيمسكوا مرتن وبيقول للبنات يهربوا وأول ما بيخرجوا من العربية بتقع من على الجبل ومرتن والأسر جواها لكنهم بيبقوا لسعيشين والبنزين بدأ يتصرب في العربية كلها ولما بيقرب الأسر من مرتن عشان يأكله بيولع مرتن البنزين عشان يموت ويموت معها الأسر وبيقول ناتي رجع للبنات وبيلاقي ميري مجروحة فبيحاول يوقف النزيف بالأمس بتاعه ولما بيروح عشان يشوف مرتن بيلاقي العربية ولعة فبيفهم أن مرتن مات وبيحزن جدا وبيرجع يأخذ بناته وبيأخذ العربية بتاعت الصيارين لكن ميري بتبقى تعبنة جدا فبيضطر ينزل ناتي في أقرب مكان وبيلاقي مدرسة وبيدور على إسعافات أولية وفعلا بيلاقي وبيعالج جرح ميري بنته وبعدها بيروح عشان يدور على مية عشان يشربه لكن فجأة بيزعر أسد للبنات واللي بيكل استعيش وماتش من الانفجار فبيحاولوا يهربوا منه والأسد وغراهم ولما بهم بيوصل بيضرب نار على الأسد عشان يخليه يهرب لكن البندية بتفضل وبيأخذ ناتي البنات وبيدخلهم أورة ثانية وبيقول لهم يفضلوا هنا مهما حصلوا وما يخرجوش وبيقفل عليهم عشان الأسد ما يقدرش يدخلهم وبيرجع ناتي للأسد اللي بيبقى مصاب جدا هو كمان وبيحاول يستفزه لحد ما يسحبه وراءه لحد ما يبعده عن البنات والأسد بيمشي وراءه وبيحاول يضربه بالسكينة لكن الأسد بيبدأ يهجم عليه وبيوقعه وبيبادله ونات بيحاول يعمل أي حاجة بالسكينة ويضربه كذا ضربه لكن الأسد أسد برضه وما بيقدرش عليه ناتي وبنكتشف أن المكان ده هو مكان قطيع الأسود اللي مرتين كان مدربها وأن ناتي كان عنده خطة وأنه يسحبهم للمكان ده فبتنزل الأسود فعلا على الأسد الغريب وبيهجموه وبتنجح خطة ناتي فعلا وبقى الأسود بيبهدله الأسد وبيتجمعوا كلهم عليه وبيخلصوا عليه ونات بيبقى مصاب ومتبهد جدا وبيفئد الوعي ولما بيصحى ناتي بيلاقي نفسه في المستشفى وبناته بخير وبيفرحوا جدا للنصاحي وهو كمان فرحان بهم وقبل ما يمشوا بتكون علاقة نات ببناته بقت كويسة وقربوا جدا من بعض وبينزلوا الأرغال عشان ياخدوا صورة أخيرة للذكر واللي عمرهم ما ينسوها أبدا وبكده يكون خلص في المنا النهاردة لو عجبك عمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الأفلام الجديدة وقال لنا في التعليقات الأفلام اللي تحب نلخصه سلام